اشتركوا في القناة تبدأ من اليوم ثلاثين الشهر ثلاثين سبعة ولا غاية احنا منقول لسبعة يعني منكتب على الكابشن على الصورة انه لسبعة الشهر احنا طبعا هي بتكون يوم السبت كمان يعني بنعطي دائما منمد عليها كمان يوم طبعا القمر رح يتواجد خلال الاسبوع هذا في تقريبا خمس ابراج اليوم الخميس لظهر يوم الجمعة القمر رح يكون في القوس من ظهر يوم الجمعة ولغاية مساء يوم الاحد القمر رح يكون في الجدي من مساء يوم الاحد ولغاية صباح يوم الاربعاء القمر بصير بالدلو ومن صباح يوم الاربعاء ولغاية ظهر يوم الجمعة القمر بكون في الحوت وبعدين من ظهر يوم الجمعة وما بعد يعني السبت بكون في الحمل طبعا بالنسبة لخلو المسار اللي رح يصير بما انه هاي الانتقالات معناته عنا اربع خلوات مسار خلال هذا الاسبوع اول خلو المسار اللي هو في مرحلة انتقال القمر دائما احنا بنحكي خلو المسار هي فترة نحسة لا يصلح فيها البدء باي عمل جديد او توقيع عقد او اعلان خطوبي او زواج او شراء شيء ثمين بالفترة هاي الا الشيء اللي بتكون عاقد النية عليه ما قبل خلو المسار اما بالنسبة لخلو المسار فعنا اول خلو مسار رح يكون اللي هو انتقال القمر من القوس للجدي رح يكون ليلة الخميس على الجمعة يوم ثلاثين سبعة يعني تماما هو رح يكون في تمام الساعة اتناش وسبعة دقائق من اول دقائق من يوم الجمعة وحتى الساعة داعش وثمانية وخمسين دقيقة من يوم واحد ثلاثين سبعة القمر بصير موجود بالجدي طبعا خلو المسار الثاني رح يكون من الجدي للدلو رح يكون يوم اثنين ثمانية رح يكون في تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا وانبو العصرا لانه بتوقيت الاردن احنا منزيد عليه ثلاث ساعات في توقيت العراق الشرق الاوسط تقريبا معظم ثلاث ساعات بيزيدوا عن هذا التوقيت ورح يستمر من الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة عصرا حتى تمام الساعة ستة وعشر دقائق مساء لا يستقر في برج الدلو اما بالنسبة لول مسار الثالث رح يكون من مساء يوم الثلاثاء اه اربعة ثمانية رح يكون في تمام الساعة تسعة واربع واربعين دقيقة مساء وحتى اليوم التالي اللي هو يوم خمسة ثمانية صباحا الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة لا ينتقل بعديها لبرج الحوت اما خلو المسار الرابع هو من الحوت للحمل رح يكون في تمام الساعة اتناش وثلاثة وخمسين دقيقة ظهرا الى تمام الساعة اه موحدة واربع دقائق ظهرا لا ينتقل بعديها او يشكل اول زوايا له او الزوايا المهمة بتكون في الحمل طيب بالنسبة للزوايا والانتقالات المهمة اللي رح تكون لأسبوع هاد لانه في عنا عدة زوايا ورح يكون في عدة انتقالات اه فلازم انه نذكرها اول زاوية هي رح تكون اه زاوية التقابل يوم واحد ثمانية رح تكون بين عطارد وبلوتو وهي زاوية سلبية رح تكون تقريبا ساعة عشرة وواحد وخمسين دقيقة الزاوية الثانية رح تكون يوم اثنين ثمانية فلاحظوا انه كل يوم في زاوية اثنين ثمانية الزاوية رح تكون تربيع بين الشمس وارانوس وهي زاوية خطرة جدا لانها تربيع طبعا هاي الزاوية لها علاقة بما أنه حكينا عنها في الأيام الماضية الشمس لها علاقة بالقيادات والحكام والجيش والأمور الناس اللي فوقها دولة ما في فوق غير رب العالمين طبعا زاوية التربيح هاي برضو مع أورانوس الثورات والانقلابات والأشياء المفاجئة فالله يستر من هاي الزاوية ما قبلها ووقت ذروتها وما بعدها أما بالنسبة للزاوية اللي رح تليها اللي هي يوم ثلاثة ثمانية هي زاوية بين عطارد تقابل مع زحل برضو هاي زاوية سلبية ولكن مش بقوة زاوية التربيح اللي رح تكون بين الشمس ورانوسو اللي ذكرناها في زاوية برضو خطيرة رح تكون يوم أربعة ثمانية بين المريخ والمشتري والمريخ حكينا ثورات ودل أي شيء له علاقة بالنار وتربيع مع المشتري اللي هو العلاقة بالمال والعلاقة بالأمور هاي فتوقعوا شيء اقتصادي أو أحداث اقتصادية بالفترة هاي برضو رح تكون فيها نوع من أنواع السلبية طبعا في التوقعات اليومية في يومها إحنا رح نذكر الزاوية هاي إيش بتعمل وشو تأثيراتها ولا إيش بس إحنا عشان ما نطولش التوقعات الأسبوعية ويجي حد يقول لك إحنا شو دخلنا بالسياسة إحنا من نسمع برجنا بس لازم إني أذكرها لأنها هاي إلها تأثيرات على الأفراد برضو الزوايا يوم خمسة ثمانية في زاوية رح تكون هي مش زاوية هي حدث رح يكون انتقال العطارد إلى برج الأسد من السرطان للأسد رح يكون صباحا ويوم سبعة ثمانية انتقال الزهرة اللي رح تنتقل لبرج السرطان في ساعة المساء يعني زي تبادل أدوار العطارد على الأسد والزهرة من الجوزاء للسرطان خلينا نشوف تأثيرات البيوت إيش رح يكون بتواجد الكواكب طبعا إحنا منذكر هاي عشان ما منحكي توقعات شهرية ولكن لو أخدت اللي أنا بدي أحكيه الآن هو مخطط يعني توقعات شهر أساسا لأنه خلال الشهر هاي التأثيرات رح تكون مستمرة إلا إذا في حال انتقل الكوكب كل أسبوع إحنا منذكر من عيدها ومنأكد عليها عشان تعرف إيش السلبيات وإيش الإيجابيات وإنتي مدعوم في إيش عشان تعرف شو يعني بيوت بتروح في صندوق الوصف رابط بدلك شو معنى البيوت هاي شو دلالاتها وين موجودة شو بتعني لك بالنسبة لإلك شو برجك يعني وشو بتعني لك لإلك بشكل مبسط ورح تفهمها بكل سهولة خلينا نبدأ مع برج الدلو طبعا أول إشي لازم نحكي عنه لازم نحكي إحنا عن الشمس اللي موجود مقابلك مباشرة في بيت الشراكة اللي من المفروض أنها تعطيك أشياء ممتزجة ممتزج يعني بين إيجابي وبين سلبي أولا بتعزز أمور إلها علاقة بالشراكة بتقوي ارتباط شراكة ممكن تربطك بعلاقة أو يصير فيه في الفترة هاي نوع من أنواع الزواج لو كانت الشمس بوضعها الصحيح أو الإيجابي ولكن وجودها الآن وزاوية التربيع اللي بينها وبين أورانوس بشكل سلبي بتضغطك على كل الأمور اللي إحنا ذكرناها اللي إلها علاقة بالشراكة المالية والشراكة العاطفية وخلافات وممكن تنتهي أو تلتغي موضوع إلو علاقة بشراكة أو مخطط لا ارتباط أو يتأجل للفترة القادمة أهميش أنك تبعد عن الخلافات والنقاشات الحادة ما بين الأزواج تحديدا وهتحاول أنك تضلك تشحن حالك بطاقة إيجابية وما تستسلم للأوهام أو للأشياء المعاكسة لإلك طبعا عطارد اللي رح يتواجد في نفس البيت رح يدعمك بأشياء إيجابية لها علاقة في هاي الأمور وممكن يخليك تجد بعض الحلول لهاي المسائل ولكن برضو بدك تكون حذر أما بالنسبة للزهرة الزهرة اللي رح تنتقل من البيت الخامس اللي كانت شوي يعني تعطيك بعض الدفعات أو بعض الإحساس بأنه فيه إشي بساعدك على تجاوز بعض المصاعب أو الحضوض اللي بتنشي لك من بعض المواقف بدك هسا تنتبه أنه الزهرة رح تطلع من البيت الخامس يعني بمعنى آخر أو واطفك شوي بدك تحطها على الجنب والحضوض والاعتماد على الحضوض دك تحطه على الجنب لأنه الزهرة رح تدخل على البيت السادس رح تعزز أمور إلها علاقة بالعمل رح تجيب لك فرص عمل رح تجيب لك عمل جديد رح تعطيك طاقة لتجاوز بعض المصاعب اللي كانت على مستوى العمل بالفترة القادمة أو مشروع جديد أو عمل جديد وبرضو رح تدعمك على المستوى الصحي وتخليك تتجاوز بعض الأمور اللي إلها علاقة بالمشاكل الصحية اللي عانيت منها بالفترة الماضية فممكن تجد علاج أو تتحسن أو يتحسن وضع الصحة عندك بشكل أكبر ولكن بدك تنتبه أنه برضو وجود الشمس مقابلك تضعف صحتك يعني في تقلبات على المستوى الصحي أما بالنسبة للمريخ طبعا المريخ في البيت الثالث فهذا دائما بيخلي أو بالفترة هاي ورح يستمر هذا الضغط لغاية نهاية العام ولكن السلبية هي بالفترة هاي أكثر شيء بدك تنتبه من العصبية والحدية والقرارات الصارمة والأشياء الحادة والتقلب بالمزاج والاندفاع والتهور أثناء التنقلات يعني هو بسبب ضغط كبير على جهازك العصبي بالفترة هاي وبدك تنتبه أثناء قيادتك للسيارة من الحوادث أو أثناء حركتك من الإصابات وبرضو بدك تنتبه أثناء تعاملك مع أخ أو جار لأنه ممكن الأمور تحتد أو تعصب أو تدخل لمشاكل أما بالنسبة لبرج الجدي اللي هو بيت متعبك اللي موجود فيه ثلاث كواكب أساسية كبيرة تتراجع اللي المشتري وزحل وبلوتو فهدولا بسببوا ضغط عصبي عليك بيعطلوا أشياء الهلاقة بالعمل وبرضو بحدثوا مشاكل على المستوى الصحي وممكن يفاجئوك بخصم أو عدو متخفي أو أشخاص تتآمر عليك بالخفاء أما بالنسبة لنفتن اللي موجود في البيت الثاني وهو بسبب مشاكل على مستوى الوضع المالي يعني بيجيب لك أوهام أو وساوس أو بيقيد أفكارك أو بينزع الحضوض من بعض المسال اللي إلها علاقة بفرص مالية أو حلول لبعض الفرص المالية بالفترة هاي حاول إنك تشحن حالك بطاقة إيجابية وتبعد عن الحضوض يعني ما تمارس اللي هي الحض أو ضربة حض معاك لأنه هنا بدك العقل اللي يشتغل وترسم أمورك بشكل جيد على المستوى المالي أما بالنسبة لأورانوس اللي موجود في البيت الرابع وهو بيأثر على مشاكل ومفاجآت يعني شوي صعبة وخصوصا يمكن بلشت تشعر بالأسبوع الماضي من هاي التأثيرات ولكن إنه رح تستمر خلال هذا الأسبوع على مستوى مشاكل عائلية أو مع أفراد العائلة أو مشاكل بيتية إلها علاقة بالسكن إلها علاقة بإخلاء سكن إلها علاقة بأعطال ومشاكل وأشياء مفاجآة على مستوى البيت وما يحتوي البيت من أشخاص فعشان هيك بدك تكون حذر من كل هاي النقاط اللي احنا ذكرناها أما بالنسبة للقمر فطبعا القمر رح يعطيك إيجابية عالية جدا خلال الأسبوع يعني في توقعات الأسبوع فيه أشياء إيجابية لصالحك بتخفف من هاي الضغوط أو من الأشياء اللي احنا حكيناها من اليوم الخميس وحتى ظهر يوم الجمعة القمر موجود بالقوس هذا يعني بيت حليف لا إلك بوسعك وتعزيز صداقاتكم منكم ممكن يحقق أمني بمساعدة صديق ومنكم ممكن يشارك بمناسبة سعيدة بتتسع الأفاق وبتحتفل بنجاح أو تطور علاقة ممكن تعزز شعبيتك وتحصد أرباح بتفرح لوقوف أحد الأصدقاء أو الأقارب إلى جانبك بتخف الضغوط وبيطمئن بالك من ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الجدي يعني في بيت متاعبك ورح يستمر حتى مساء يوم الأحد فهدولة من ظهر الجمعة لمساء الأحد هدولة بدك تلغيهن من حياتك حاول أنك أنت تعتكف أو تبعد عن الناس وتبعد عن كل إشي لأنه هذا بيت المتاعب وانت مش ناقصك ضغوط فهاي الفترة بس الوحيدة اللي رح تضغطك خلال هذا الأسبوع فبتشعروا بالتعب بنال منكم بتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها حاول أنك تخلد للراحة هاي فترة محفطة وفارغة تماما من كل خبر وحسم حاول إنهاء الفترة هاي بسلام ممكن تواجه ضغوط وعرقيل وامتحانات صعبة ممكن تخسر صفقة تجارية أو تحزن لخبر أهم شيء أنه بالفترة هاي ما في داعي للتسرع من مساء يوم الأحد القمر بصير موجود عندك بالدلو حتى صباح يوم الأربعاء هاي الفترة بتصيروا أنتوا أكثر نشاط وحيوية من قبل بوسعكم أخذ زمام الأربعاء الأمور بيدكم واتدفع بمصالحكم ما في داعي لتضخيم الأمور وحاول السيطرة على مزاجك تستعيد حماستك وعزيمتك وبتمارس جاذبية لا تضاها للبدء بمشروع أو خطة جديدة تملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق الفترة هاي بتحملك أخبار سر من صباح يوم الأربعاء القمر بصير موجود بالحوت حتى ظهر يوم الجمعة بتحصلوا على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم ممكن يحصل على هدية أو جائزة أهمش أنك ما تغامر بأموالك هاي فترة حذرة ماليا ومعنويا أهمش أنك ما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة انت بحاجة لكل التعاطف والتضامن من ظهر يوم الجمعة القمر بصير في الحمل بتنشطوا في أمور العلاقة بالسفر والاتصالات ومنكم ممكن ينطلق في مرحلة مهنية للترويج لمشاريع بنجاح هاي الفترة مناسبة لتقديم الامتحانات والمشاركة في المؤتمرات والندوات تنجح في طرح موضوع حساس وممكن تقدم على عمل مهم يلفت النظر والإعجاب هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا الأسبوع والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إلي أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء أترككم في رعاية الله وحفظه أترككم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر